تريند ميديا بحاول قدر الإمكان تقصي أهم الأصص اللي بتشغل المستخدمين العرب بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة بصرية مميزة ورح يعرض أصص وبرامج تفاعلية جديدة بأسلوب بسيط وممتع ولحتى تكونوا على اطلاع مستمر على كل تريند جديد عم بيصير حول العالم تابعوني أنا ولائك اليوم خميس بفقرة تريند ميديا الأسبوعية على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك صدا أف أم سيريا البداية رح تكون مع أكبر وأضخم حدث بالإمارات أكسبو دبي 2020 فمن أيام كان لها المعرض حصة كبيرة من تداولات السوريين على السوشال ميديا فضمن احتفالات أكسبو بالفعاليات الوطنية للدول المشاركة فيه كان في حصة للاحتفال باليوم الوطني لسوريا وفق عدة فعاليات نظام الجناح السوري اللي تنوعت بين الفنية والثقافية واللي توزعت ضمن الجناح وبمختلف صاحات المعرض والأفت كان شكل الاحتفال ضمن صاحة القبة الأشهر بأكسبو بحيث تلونت القبة بألوان العالم السوري بتقنيات ضوئية مبهرة لا تنتقل المشاعر الوطنية من أكسبو 2020 للسوريين بكل أنحاء العالم على الرغم من وجود دول كتير بتمتلك أجنحة متقدمة أكتر ولكن بيكفي أنه يكون في وجود لسوريا رغم كل الظروف الصعبة بالسنين الماضية من الإمارات رح ننتقل لجدل كبير وتعاطف أكبر شغل منصات التواصل أردنيا وعربيا من بعد طرح الاتحاد الأردني لكرة القدم سؤال طال في الاتحاد الأسيوي ببيان للتحقيق بجنس حارسة مرمى منتخب إيران بعد الاشتباه بكون الرجل فالاتحاد الأسيوي لكرة القدم أعلن نتائج التحقيق من الشكوى اللي تقدم فيها الاتحاد الأردني حول جنس حارسة المنتخب الإيراني لا تثبت النتائج أن جنس اللاعب الإيراني أنثى وخطب الاتحاد الأسيوي بعد هيك لاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة لتعتبر مدربة المنتخب الإيراني أنه هي التشكيكات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات الختام مليان بالحب والأجواء الإيجابية فمن بعد ما شهد حفل المطرب البريطانية الشهيرة أدال من أيام واللي أقيم بلندن اكتمال قصة حب انتهت بالزواج أمام الآلاف من الجماهير فأبل الحفل بأيام طلب شاب من أدال أنه تساعدوا على مفاجأة حبيبته بطلب إيدا للزواج منه بحفلة تعبيرا عن مدى حبه إلها وأبل فعل بلقطة رومانسية قامت المطرب الشهيرة بالتجهيز للأمر وأطلبت من جمهوره بمقطع فيديو خلال الحفل تم تدول على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يظلوا صامتين حتى يفاجأ الشاب حبيبته بطلب إيدا للزواج وفعلا بتم الأمر بصورة مليانة بالحب فأدار استقبلت الثناء على مسرحة بإحدى أغانية بعد موافقة الفتاة على الزواج من الشاب ترند جديد وأساس جديدة بلاقيكن فيها أنا ولاك الخميس من كل أسبوع من هل وقت طلوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر